موسيقى قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إيقاف قبول طلبة جدد في أربعة تخصصات جامعية في جامعة مؤتة هي الإرشاد النفسي والتربوي والعلوم السياسية والفقه وأصوله لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتورة بالإضافة إلى تخصص صحة الأم وحديثي الولادة لبرنامج الماجستير هذا معلنه رئيس المجلس الدكتور بشير الزعبي الذي قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الهيئة أن المجلس قرر رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص المحاسبة برنامج الماجستير في جامعة الإسراء ورفع وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص الصيدلة في برنامج البكالوريوس في جامعة العلوم التطبيقية في حين أجل البتة برفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص الهندسة الميكانيكية في برنامج البكالوريوس في جامعة فلادلفيا رتبنا أو صنفنا الطلبة حسب المعدل التراكمي حسب المعدل التراكمي يعني عندنا أكثر نسبة كانت المقبول 39% بعدين الجيد 34% الجيد جدا 21% الممتاز 6% ليش؟ لأنه حاولنا نشوف الترابط بين المعدل التراكمي والأداء أداء الطلبة وطلع معنا فعلا أنه اللي جابوا أعلى نسب إتقان أو أداء هم الممتازة